تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أعمالها لاستقبال ضيوف الرحمن وقد تم تقديم الخدمة العلاجية لنحو 1513 حالة بالعيادات الطبية بمكة المكرمة كما تم تحويل 18 حالة لمستشفيات تم خروجهم عدى ثلاث حالات مستقرة تتلقى العلاج وتقوم فرق الطب الوقائي بعمل ندوات توعية للحجاج بمقار إقامتهم مع تزايد وصول ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فردة الحج ومنهم الحجاج المصريين بمكة المكرمة ارتفعت مع درجة الاستعداد القصوى لفرق الطب الوقائي بالبعثة الطبية المصرية وذلك بالمرور والتواجد في مقر إقامة العجاج المصريين لإقامة البرامج وندوات التوعية في كيفية الوقاية من الأمراض المعدية وضربات الشمس والتغذية الصحية السليمة خلال أدائهم المناسك نبدأ نتواصل معهم باستمرار وكل يوم عن طريق اللي احنا نوصلهم في أماكن تجمعاتهم أماكن إقامتهم أماكن الصلاة في المساجد وأماكن الندوات في أماكن التجمع إذا كان في مطاعم أو كده أهم الرسائلة اللي بنوجهها لهم إزاي يقدر يقضي حج سليم بالدغذية السليمة بالصحة السليمة يحافظ على نفسه من ضربات الشمس والجهاد الحراري إزاي يقدر يتعامل مع الأمراض المزمنة اللي عنده لو حس بأي عراض من الأمراض إمتى يتوجه للعيادات وإي أماكن العيادات وإزاي يقدر يتواصل مع الطباء في أي وقت دي إجراءات لازم ياخد باله منها كلها علشان يقدر يحافظ على صحيته سليمة جدا إن شاء الله ويقدر حج بطريقة سليمة ويرجع أراضي الوطن بالسلام إن شاء الله نوصي إن إحنا نلبس المسك في المناطق المزدحمة جدا لتقليل العدوات بالأمراض التنفسية ثالث حاجة أننا لازم أوصي بالتغذية السليمة التغذية السليمة دي حاجة مهمة جدا ويشور بالسوائل لإن ده بيمنع الجفاف بيمنع عندي حاجة لجهاد الحراري يمنع عني ضربات الشمس يمنع عني كثير من الأمراض المعدية اللي بتنشط بسبب ضعف الجسم من ضعف السوائل وضعف التغذية كما تتواصل أعمال بعثة الطبية المصرية في تقديم الخدمات العلاجية على مدار الساعة للحجاج المصريين أينما كانوا معظم الحالات اللي اشتكت النهاردة عبارة عن إجهاد عضلي ضربة شمس منطبع سكر منطبع الضغط أصحاب الأمراض المزمنة لكن الحمد لله لحالة كلها ليس بها أي إصابات أو أي شيء كلها تمر بسلام من داخل العيال الموجودة بالفندق ولا يوجد أي تحويلات لأي مستشفى ولا أي إجهة أخرى الحمد لله لأمور ما اشتركوا في القناة